دكتور نسمع منك كلمة أولى يعني تدري ملف الصحة ملف كبير وأنت الآن بهذه المهمة بوجود الأستاذ الدكتور صالح الحسناء ووزير الصحة بوجود الأخ رئيس مجلسي وزراء السيد محمد الشاعر السوداني المهمة يعني تستحق لأن أنت وياك شخصيات يعني تريد تنهض بالبلد وخاصة الواقع الصحي صحيحنا ما عدنا ضمان صحي ما عدنا مؤسساتنا الصحية بعد بها كثير من العمل لكن كيف ترى عملك الآن مع هكذا شخصيتين الدكتور حسناوي والرئيس السوداني بسم الله الرحمن الرحيم أكيد اليوم العمل بالمجال الصحي هو عمل إنساني كبير والصحة تعتبر أكبر بوابة للعدالة الاجتماعية وحقيقة البلاكات الطبية والصحية تعمل جاهدة من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين اليوم بوجود دولة الرئيس دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني وبيجعله الجانب الصحي أو الملف الصحي من أولويات حكومته وكذلك وجود الدكتور صالح الحسناوي وزيرا للصحة وذو خبرة كبيرة بالمجال الصحي هذا يشجعنا بشكل كبير أن نعمل بمهنية ونعمل بكل ما نستطيع من أجل تقديم أفضل خدمات للناس حقيقة الجانب الصحي مثل ما معروف مروا ظروف صعبة والنظام الصحي خلال سنوات وعقود طويلة لم يتم تحديثه في العراق نتيجة الظروف التي هي معروفة لكن حقيقة بدأنا من فترة قريبة بتغيير النظام الصحي وبدأنا بإقرار من خلال مجلس النواب إقرار قانون الضمان الصحي وقانون الضمان الصحي هو سيغير من النظام الصحي بشكل كبير خلال مرحلة القادمة إن شاء الله بدأنا خلال هذه الفترة بالعمل بهذا القانون من خلال مؤسسات وزارة الصحة في بغداد وخلال الفترة القادمة سوف ننتقل إلى المحافظات أكيد يعني البرنامج الحكومي لوزارة الصحة أو لمجلس الوزراء وليدولة الرئيس مهم جدا يعمل عليه كخارطة طريق وأحنا كوزارة الصحة لدينا عدة برامج مهمة حكومية نعمل عليها ومن ضمنها المضيب الضمان الصحي وكذلك تأهيل المؤسسات القديمة وبناء مؤسسات حديثة وكذلك ركزنا خلال هذه الفترة على المراكز التخصصية من ضمنها مراكز علاج القلب والمراكز علاج الأمراض السرطانية وكذلك ركزنا على الرعاية الصحية الأولية واعتبرنا هذه السنة هي سنة الرعاية الصحية الأولية لأنه هي أساس الخدمات الصحية يعني الدكتور بصراحة اللي تفضلت به يعني يزيد عندنا الأمل بأنه بالفعل ننهض بالواقع الصحية وتدري الواقع الصحية بالعراق يعني للأسف الشديد نتيجة الحروب نتيجة الحصار نتيجة الاحتلال وما بعده يعني واقع مدمر لو تحدثنا بصراحة هل لدينا الإمكانية أن نكون بواقع صحي أفضل يعني تدريس المريض إذا عينه توجعه راح للبنان لو راح للإيران لو راح التركيا لو راح للهند طيب شوك تصير ثقة بمؤسساتنا الصحية بالعراق وإذا تسأل المواطن يقولك ما هو المسؤول إذا يتمرض يدزو بره بقطع المواطن شوك تصير عندنا ثقة بمؤسساتنا الصحية يعني يكون فرق بالصوت بس أحاول أجيب أكيد المؤسسات الصحية الحكومية هي مؤسسات معتبرة لكن دائما هذا السؤال يعني يطرح علينا ليش هو المواطن من يروح وين يروح مؤسسات حكومية خارج العراق له أهلية أكيد مؤسسات بالقطع الخاص يتعالج بره وضمن أهداف الضمان الصحي هو تنشيط العمل وتحسين جودة الأداء بالقطع الخاص والعام وإحنا بالمستقبل سنكون واضحين راح القطاع الخاص هو اللي يقدم خدمات أكثر من القطاع العام ويكون الدولة هي ترعى ترعى المواطن من ناحية المادية وكذلك تهيات كل الأمور اللوجستية المهمة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي اليوم الضمان الصحي هو اللي راح يجد أرضية للتنافس ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من أجل تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية وبأقل الأسعار اليوم الضمان الصحي هو يعطي يعني الغني يعطي الفقير بما معناه ويساعد على استدامة الخدمات الصحية يعني اليوم ما يصير ننتظر موازنة على مدى نقدم خدمات يجب أن تكون هناك موارد مالية مستمرة كثير من الأهداف هي مهمة اليوم أكثر الناس اللي سجلناهم في الضمان الصحي هم شبكة الحماية الاجتماعية ونحن سعداء أنه بدأوا يراجعون لمؤسساتنا الصحية بمستوى يليق لهم أكيد يعني اللي هم المتقاعدين كذلك من الشراع اللي راح تسجل أو بدينة تسجيلها كذلك من كذلك الملاكات الأخرى من الوزارات الأخرى بدينة تسجيلها وكذلك ملاكات وزارة الصحة إلى أن نقدر إن شاء الله خلال الفترة القادمة نشمل كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية القادرة إذن الضمان الصحي هو نسميه هو قانون للتكافل الاجتماعي وهذا موجود بكل العالم نحن متأخرين حقيقة في إقراره الحمد لله خلال السنة الماضية يعني بدينة به وهذه السنة تنفيذ عملي بدينة فيه بقانون الضمان الصحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر